بدأ بيء الأرصاد وهيئة العامة للأرصاد بتحذر وكلمنا في ده نبرح بس بنكرر التحذير بتحذر إن من النهاردة وحتى نهاية الأسبوع الشبورة هتكون كثيفة جدا على الطرق وعلى المناطق الشمالية الشبورة وعلى المناطق سواء في الدلتة الوجه البحري القاهرة شمال الصعيد أنا بتكلم هنا عن الشبورة اللي بتبتدي من فجر النهاردة يعني من بالليل متأخر واحدة اتنين الصبح كده يا جماعة أي حد على الطرق حتى على في القاهرة على المحاور الشبورة بتكون كثيفة جدا بيكون القيادة صعبة في الشبورة خاصة اللي موجودين على المناطق القريبة من المسطحات المائية قريبين مثلا من الطريق الزراعي على النيل برضو دي مسطحات مائية قرب البحر مسطحات مائية أي حد ماشي الطريق الزراعي الطرق السريعة كلها الشبورة بتكون فيها كثيفة فأنا تمنى من السائقي وقائدي السيارات يخلوا بالهم القيادة في الشبورة عارفينها طبعا بنمشي بالراحة بنولع الفلاشر كل شوية ما يبقاش الداخلية فأنا تمنى من الناس كلها أنها تخلي بالها من الشبورة لأنه دي يعني صعبة جدا بتبقى القيادة فيها وإحنا بنقول أنه يعني من دلوقتي لحد من النهاردة لحد يوم آخر الأسبوع الشبورة هتكون كثيفة كل الطرق اللي كنا تكلمنا عليها مبارح خلاص اتفتحت يمكن لسه شوارع المينيا وبعض قراها زي ملوي زي مغاغة فيها حالة من الارتباك المروري نتيجة البرك والمستنقعات اللي موجودة في بعض مدن المحافظة المينيا وده شيء بنتوقعه يعني شيء طبعا لما بيكون مع غزارة الأمطار بنتوقعه لكن المحليات بتحاول أنها يعني تنزح المياه من كثير من هذه المدن والقرى والمحافظات لكن تاني بقول أنه المينيا فيها بالذات محافظة المينيا وقراها وملوي الناس بتشتكي كتير في ملوي وفي مغاغة وفي كثير من النجوع أنه في يعني المينيا فيها كسافة في المياه في بعض القرى وبعض النجوع والمراكز في المينيا ترجمة نانسي قنقر